السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم ميسس سلوان خالد دي قناة ساينز اس كي النهاردة بإذن الله هنبدأ نشرح منهج العلوم قول عدادي ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للفيديو وكمان هتلاقيه في الديسكريبشن لينك التليجروم هينزل عليه كل الملخصات وكمان المراجعات وكمان كل الكتب الخارجية ولو فيه اي سؤال عايز تسأله ممكن تكتبه في الكومنتات وانا ان شاء الله هرد عليك وهتلاقي لينك صفحة الفيس لو حاببت تتابعنا اوكي تمام تعالى بقى نشوف مع بعض الدرس الاولاني او المنهج عمتا بيتكلم عن ايه احنا عندنا المنهج هو عبارة عن اربع وحدات تمام تمام الوحدة الاولى فيها كم درس فيها اربع دروس تمام النهاردة بإذن الله هنبدأ نتكلم عن الدرس الاول الدرس الاول بيتكلم عن التركيب الزرة تمام يا ميس هي ايه اصلا الزرة دي تمام قبل ما نبدأ يعني ايه زرة ويعني ايه كل الكلام الغريب اللي احنا بنقوله ده تعالى كده نراجع مع بعض على شوية معلومات احنا خدناها قبل كده زمانه احنا في سنة خمسة تمام احنا كنا خدنا ان في حاجة اسمها المادة اللي بنقول عليها بالانجليش الماتر تمام تمام يعني ايه اصلا كلمة المادة المادة هي اي حاجة حوالينا هي الاشياء اللي موجودة حوالينا مدام ليها كتلة وليها حجم يبقى دي بقدر اقول عليها ايه بقدر اقول عليها مادة يعني وليكن مثلا التفحية اللي قدامي دي لو أنا جبت التفاحية ورحت حطيتها على الميزان هتبقى لها قتلة تمام وفي نفس الوقت التفاحة دي واغد حيز أو واغد مكان على الميزان تمام إيبقى أقدر أقول كده عليها إيه مادة القلم الرصاص اللي حطاه على الترابيزة القلم ده واخد حيزه في نفس الكلام لقطلة تمام إيبقى ده أقدر أقول عليه إيه أقدر أقول عليه مادة اللي بنقول عليها بالإنجلش ماتر تمام حلوة أوه وهو هنا في الكتاب نديلك برضو مثال تاني اللي هو أبو الهول تمثال أبو الهول ده نقدر نقول عليه مادة تمام حلوة قالك تمثال أبو الهول هو بيتكون من صخر اسمه إيه اسمه صخر الحجر الجيري طبعا احنا عندنا صخور كتير جدا تمام آآ صخور الحجر الجيري ده الصخور المكونة لتمثال أبو الهول تمام حلوة جدا قالك الحجر الجيري ده اسمه كاسم كيميائي الاسم الكيميائي بتاعه بنسميه كربونات الكالسيوم بنسميه ايه كربونات الكالسيوم تمام ايدي المادة هي قالك ان كل مادة حوالينا بتتكون من حاجة اسمها جزيئات بتتكون من حاجة اسمها ايه جزيئات تمام ايدي هي دي كلها على بعضها بقول عليها جزيئات ودي كلها على بعضها بقول عليها برضو جزيئات تمام حلو حلو جدا تمام يبقى انا دلوقتي عند المادة المادة بتتكون من وحدات صغيرة وأقول عليها جزيئات. تمام. حلوة قوي. والجزيئات بتتكون من وحدات أصغر وأصغر بنسميها ايه؟ بنسميها الزرات. بنسميها الايه؟ الزرات. تمامي. أنا دلوقتي عند المادة. المادة بتتكون من جزيئات والجزيئات بتتكون من وحدات أصغر اسمها ايه؟ زرات. يعني دي كده زره ودي كده زره ودي كده زره. تمام. ودي كده زره ودي كده زره ودي كده زره. تمام؟ حلوة قوي. طب تعالك أضربها لك كمثال أبسط. أنا دلوقتي عندي بيت أوكي أو العمارة طويلة أوي العمارة دي أكنها المادة تمام حلوة أوي تمام العمارة دي بتتكون من كذا كذا دور تمام حلو كل دور بيبقى فيه شقة تمام والشقة بتتكون من حيطان أهل الحيطان دي ممكن نقول عليها جزيئات تمام هي الحيطة دي اتكونت من وحدات صغيرة اللي هو قالب الطوب أهل الطوب دي بقول عليها زرة بقول عليها إيه زرة تمام حلوة أوي يبقى نقدر نقول إن الزرة هي وحدة بناء وتركيب أي مادة ليه قلنا عليها وحدة بناء أو تركيب أي مادة أصلي لو ما كانش فيه ضرات ما كانش هيبقى فيه جزيئات ما كانش هيبقى فيه مادة معايا حلوة قوي يبقى الزرة هي وحدة وبناء وتركيب جميع المواد بتيجي كتير جدا في المصطلح العلمي ويقولك إيه هي وحدة وبناء وتركيب جميع المواد الزرة ودي بنقول عليها بالإنجليش أتم تمام دي يبقى يبقى لو احنا كده لو احنا كده اتكلمنا ادي المادة المادة دي بالانجلش اسمها والجزيئات بالانجلش اسمها والزرة بالانجلش اسمها حلو جدا على فكرة هي نفس فكرة الخلية انت كنت في سنة ستة درست ان في حاجة اسمها الخلية تمام احنا لو نبدأ من الاول كده انا جسمي ده بيتكون مجموعة من الاجهزة والاجهزة بيبقى فيها اعضاء والاعضاء بتتكون من انسجة والانسجة بتتكون من وحدات سغنونة خالص كنا بنسميها الخلية فكنا زمان بنندرس يقولك ايه وحدة بناء وبناء جسم كائن الحي كانت الايه الخلية نفس الكلام لما يسألك ايه هي وحدة بناء وتركيب المادة يبقى هتبقى الايه الزرة تمام اهد الدرس الاولاني بيتكلم عن الزرة تمام حلو قوي دلوقتي فيه ناس كتير جدا اه على مدار السنوات يعني على مدار السنين دي كلها اتكلمت عن الزرة يعني مثلا وليكن مثلا الفلاسفة اليونانية تمام دول الفلاسفة اليونانية دول اول ناس اتكلموا عن الزرة اعتقدوا في العصور القديمة ان المادة بتتكون من اجزاء صغيرة غير قابل للتجزئة يعني ايه يعني الناس دي كانت خلاص هي كانت يعني كانوا معتقدين ان فيه حاجة اسمها الزرة والزرة دي ما ينفعش ان هي تنقسم وتديني حاجة اصغر لك الكلام ده غلط هي الزرة اصلا حاجة ما اقدرش ان انا اقسمها تاني هي حاجة اصلا صغيرة جدا تمام يبقى مين اول ناس اتكلموا عنها الزرة وقالوا انه هي غير قابلة للتجزئة يعني ما ينفعش ان انا اقسمها تمام تاني ناس اتكلموا غرضه عالم اسمه دالتون العالم ده هو اول من وضع نظرية علمية يعني ايه يا ميس اول نظرية علمية يعني عمل تجارب يعني اثبت يعني قال ان فيه حاجات اسمها زرة بس بتأكيدات واثباتات مؤكدة تمام ده مين اللي قال كده دالتون تمام حلو جدا فيه عالم تاني اسمه رازرفورد والراجل ده مهم جدا 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 الراجل ده عمل ايه عمل اول نموذج للزرة يعني عمل نموذج عمل زي عمل موديل كده والموديل ده بيتكلم عن الزرة تمام حلو حلو جدا طب معلش يا ميس انتي قلتنا ان الزرة دي حاجة صغلنة جدا يعني معنى كده انا مقدرش اشوفها بعيني صح؟ طحي طبعا تمام بس قالك بقى ايه الزرة دي بيبقى لها تركيب يعني فيها حاجات كده لازم ندرسها حاجات كده جواها تمام حلو وليكن مثلا لو انا مثلا وريتك الصورة دي تمام ركز كده معيه هنا تمام ادي الصورة ايه ادي دي كلها دي كلها على بعضها بقول عليها الزرة تمام حلو قوي قالك الزرة دي بتتكون من حاجة كده اسمها النواة بتتكون من حاجة اسمها ايه النواة ولما قول كلمة نواة مش مقصود بيها النواة اللي موجودة جوا خليها اللي حضرتك درستها السنة اللي فاتت لأ دي حاجة ودي حاجة تانية خالص تمام يبقى الزرة جواها حاجة اسمها النواة النواة دي موجودة فين موجودة في السنتر موجودة في النص يعني في وسط الزرة تمام قالك النواة دي فيها حاجتين جواها فيها جزيئات ايه هي حاجة اسمها بروتونات تمام بروتونات وده الاختصار بتاعها بيكون بي وقال لك البروتونات دي بتبقى موجبة الشحنة يعني يا ميز انت عايزة تقولي البروتونات دي بتبقى لها شحنة اه لها شحنة الشحنة بتاعتها بتبقى ايه بتبقى موجبة تمام حلو جدا وحاجة اسمها بروتونات تمام يبقى ثانية بروتونات ونيترونات تمام دي اسمها بروتونات والنيترونات اللي هي بتبقى اختصارها تمام بس دي بتبقى متعادلة الشحنة يعني ايه متعادلة الشحنة يعني ولا هي موجبة ولا هي سالبة تمام حلو جدا تمام يبقى دي احنا كده بنتكلم عن حاجتين موجودين جوة النواة ايه هي البروتونات اللي هي موجبة الشحنة وبتبقى اختصارها بتبقى بي بوزيتف وي حاجة اسمها نايترونات والنيترونات دي بتبقى متعادلة الشحنة يعني ايه متعادلة يعني ولا مجابة ولا سالبة حلو الكلام حل تمام كميل جدا قالك بقى ايه قالك حوالين النواة دي بيبقى فيه مضار تمام او بيبقى فيه حاجة كده الحاجة دي بيتحرك فيها حاجة اسمها الكترونات حاجة اسمها ايه الكترونات قالك الكترونات بتبقى اختصارها ايه وبتبقى سالبة الشحنة يعني يا ميس كده نراجع كده من الاول تاني يبقى احنا دلوقتي عرفنا ان في حاجة اسمها النواة النواة دي بتحتوي على حاجتين بروتونات مجابة الشحنة ونايترونات اللي هي ايه بتبقى متعدلة متعدلة الشحنة وفي حاجة بتدور حوالين النواة بنسميها ايه؟ بنسميها الكترونات ودي بتبقى سالبة الشحنة معايا كده؟ طبعا جميل جدا زي فكرة ايه؟ زي فكرة وليكنز زي ما انت حضرتك درست سنة من السنين في سنة خمسة ايه دي الشمس هي سيدي الكواكب صحة ولا اه جميل جدا اهو الكواكب دي عاملة زي دور الالكترونات ان هي بتلف حوالين النواة تمام؟ والشمس دي بتمثل النواة اللي بتبقى موجودة في السنتر او موجودة في المركز تمام؟ حلوة اوه تعالى نرجع ونشوف ايه كمان؟ المفروض نعرفه تمام؟ ايه دي ها؟ بيقولك النواة النواة دي بتبقى موجودة في مركز الزرة يعني موجودة في النص فيها حاجتين بروتونات ونايترونات البروتونات موجبة الشحنة ونايترونات بتبقى متعدلة الشحنة يعني ولا هي بوزيتف يعني ولا هي سالبة ولا هي ايه؟ موجبة تمام؟ حلوة جدا تمام؟ تعالى نشوف اللي بعده بيقولك هنا ايه؟ اه بيقولك برضو ان الالكترونات بتبقى حاجة قطلتها بتبقى ضئيلة جدا هنفهمها ان شاء الله في الصفحة اللي بعديها وبتبقى سالبة الشحنة تمام؟ حتة سالبة وموجبة دي مهمة جدا ماشي؟ تمام؟ ركز معايا عشان برضو يفهمك يعني ايه نواة ويعني ايه زرة هو بيدرب لك كمثال ده ملعب ملعب تمام؟ وليكن مثلا انا جبت دبوس وليكن دبوس طرحة اوكي؟ وروحت رميته هنا في النص تمام؟ انا لما رميته في النص هنا كده هي تعتبر ان ايه حاجة صغلونة خالص فاكين راس الدبوس ده بيمثل النواة اوكي؟ والملعب والحاجات دي كلها والملعب ده كده اكينه بيمثل كله على بعضه اللي هي الايه؟ اللي هي الزرة تمام؟ حلو جدا يجي سؤال علل وبيقولك هنا ايه؟ توصف الزرة نواة الزرة النواة اللي هي النواة اللي هي في النص دي تمام؟ ليه نواة الزرة بتوصف ان هي موجبة؟ لان احنا قلنا النواة بيكون فيها حاجة جواها بروتونات موجبة الشحنة ونايترونات متعدلة الشحنة تمام؟ حلو هيبدأ يتكلم بيدي لك نبزة بسيطة جدا عن عالم اسمه رازرفورد اللي احنا لسه متكلمين عنه حالا من شوية اللي قلتلك اول ما نوضع نموذج للزرة يعني ايه نموذج؟ يعني عمل موديل كده عن الزرة من رازرفورد قالك رازرفورد ده اصلا عالم فيزيائي عالم ده اتولد في نيوزيلندا وخالد جائزة جائزة نوبل في الكيميا تمام؟ وتقديرا له هم حطوا صورته على العملة اللي هي العملة الاجنبية ماشي؟ كانوا من انواع التكريم يعني ماشي؟ وانه هو يعني كان ليه دور جدا في اكتشاف الزرة تمام؟ حلو جدا تعال بقى نركز مع بعض في الجدول ده في الجدول ده هيبدأ يتكلم عن الجسيمات اللي هي البروتونات والنيترونات والالكترونات حاجتين موجودين جوه النواة وحاجة موجودة بر النواة تمام؟ من اللي موجودين جوه النواة؟ اللي هم اللي اتنين دول اللي هي الايه؟ اللي هي البروتونات ماشي؟ والنيترونات اللي احنا قلنا البروتونات بتبقى ايه؟ رمزها بيبقى بيه تمام؟ وبتبقى ايه؟ بوزيتف تمام؟ حلو جدا ماشي؟ جميل انما النيترونات بتبقى متعدلة الشحن والالكترونات بتبقى رمزها ايه؟ وبتبقى سالبة الشحنة تمام؟ تمام هو هنا بيقول نفس الكلام فهو ادي لك كمثال واحد هنا عشان يفهمك ان هي ان هي يعني مجابة الشحنة ودي سالبة الشحنة وزيرو دي يعني متعدلة يعني ولا هي سالبة ولا هي مجابة قدلك ايه بقى? احنا ايه رأيك لو بنمسك كل من البروتونات ونيترونات والالكترونات عايزين نجيب الكتلة بتاعتها قدلك سهلة وبسيطة هنجيب كتلة كل واحدة منهم قدلك الكتلة بتاعت البروتونات بتبقى واحد والنيترونات بتبقى واحد انما الالكترونات لقوا ان هي الكتلة بتاعتها صغيرة جدا واحد على واحد على 1336 معنى كده يعني هو عاوز يقولك يوضح لك ان الكتلة كتلة الالكترونات حاجة صغيرة جدا انت كاد تكون ان كتلتها اصغر من البروتونات والنيترونات تمام حلو جدا تمام طب لو نلاحس كده احنا اي حاجة كنا بناخدها لو عايزين مثلا نجيب مثلا وليكن معايا كيلو مثلا تفاح او كيلو موز او ايا كان فالكتلة لو كانت حاجة كبيرة فكنا بنقول عليها بالكيلو جرام و لو حدس وغنانا خالص زي الفضة او اي حاجة بتبقى بالجرام تمام جميلة جدا طب معلش ايه وحدة القياس للجسيمات يعني انا لو مثلا عايز اعرف الكتلة مثلا الكتلة بتاعتبر بروتونات لازم وانا بكتب الكتلة اكتب الوحدة القياسية بتاعتها تمام حلو قالك الوحدة القياسية بتاعتها بتبقى بالرمز اللي هو رمز يو ماشي تمام وهقولك اسمها ايه بيسموها بالعربي وحدة القتلة الزرية داي انت كده بتقول في حاجة اسمها كيلو جرام وجرام وفي حاجة اسمها متر وصنتيمتر نفسي الكلام الوحدة القياسية للبروتونات او النايترونات او الالكترونات بيسموها بوحدة الكتلة الزرية وبتبقى رمزها يو تمام جميل جدا ماشي تعال بقى نشوف مع بعض هو هنا بيقولك هنا ايه نستنتج ان شحنة البروتونات بتساوي شحنة الالكترونات في المجدور وبتختلف في النوع يعني ايه يعني انا مثلا انا دلوقتي عند البروتونات بواحد والالكترونات بواحد خلي بالك انا بتكلم على القيمة يعني انا بتكلم على الرقم نفسه فكده هما الاتنين يعتبروا ان هما متساويين بس هما الاتنين بيختلفوا في الشحنة يعني البروتونات بتبقى موجبة والالكترونات بتبقى سالبة معايا تمام قالك هنا تهمل قطلة الالكترونات بيهملوها يعني ايه يعني مش بيعملوها اعتبار لان قطلة الالكترونات بتبقى حاجة صغيرة جدا مقارنة بالقطلة البروتونات والنايترونات لانا قلتلك هي دي كده قطلتها صغيرة انما البروتونات والنايترونات لأ هما قطلتهم اكبر من الالكترونات تمام حلو جميل جدا فراح قالك ايه بقى اركز معايا علل تتركز قطلة الزرة في النواة ايه دي الزرة هي تمام جميل تمام احنا قلنا اللي موجود في النص بيكون ايه النواة تمام احنا قلنا النواة دي بيكون فيها حاجتين ايه هي البروتونات تمام والنايترونات معايا كده يا سيدي تمام حلو جدا وقلنا اللي بيلف هو اللي بيلف حواليها الالكترونات صحة ولا اه تمام من الكتلتها اكبر احنا قلنا دي ليه دي قتلتها اكبر من الالكترونات عشان كده احنا قلنا ان احنا بنهمل قتلة الالكترونات يبقى معنا كده القتلة بتتركز فين بتتركز في السنتر او بتتركز في النواة نفسها يعني في الجزء ده كله ليه لان القتلة الالكترونات ضئيلة جدا صغيرة جدا مقارنة بقتلة البروتونات او النايترونات اللي موجودين داخل النواة تمام جميل جدا حلو جدا هنتكلم دلوقتي حالا عن العناصر تمام يعني ايه يا ميس عناصر تمام عناصر حاجات احنا فيه عناصر فيه عناصر بتبقى طبيعية بتبقى موجودة حوالينا وفيه عناصر احنا صنعناها تمام ومعظم العناصر كاتوتل كده هم حوالي مية وتمنتاشر عنصر تمام كميل جدا يعني ايه اصلا عنصر عنصر وليكن مثلا زي الاكسوجين زي الكربون زي الهايدروجين وهكذا دي كلها بقول دي بسميها عناصر عناصر طب يا ميس سؤال معلش عايزة اسألك سؤال هي ليه العناصر دي بتبقى ليها اختصارات يعني ليه بنعمل لها رمز يعني وليكن مثلا بدل ما اكتب كلمة اكسوجين ماشي بدل ما اكتب كلمة اكسوجين اعمل كده ادي كده اكسوجين تمام بدل ما اقول مثلا الكربون واكتب كلمة كربون لا ده رمزها كده سي ماشي جميل فهم ليه عملوا بقى الرموز قالك ليسهل التعبير عنها والتعامل معها وخاصة في المعادلات الكيميائية قدام شوية ان شاء الله هنبدأ نتعرف عن حاجة اسمها المعادلات الكيميائية يعني مثلا انا لما بحط حاجة على حاجة يعني مثلا انا وبفعل مثلا الماغنسيوم مع الاكسوجين فانا بفعل حاجتين مع بعض في وجود الحرارة فبدل بدل مكتب مثلا اكسوجين ومثلا بدل مكتب مثلا ماغنسيوم فبعمل الاختصار اللي هو مثلا ادي الماغنسيوم الماغنسيوم بيكون كده بلس وكمان الاكسوجين معنى كده ان انا بفعل حاجتين مع بعض الماغنسيوم والاكسوجين تمام فده كده بيسهل علي وخاصة في دراسة المعادلات الكيميائية تمام تمام حلو جدا لازم تعرفها أول حاجة رمز العنصر يمثل الزرة المفردة منه يعني إيه؟ تمام؟ إيه الفرق ما بين ده كده ماشي؟ وده تمام؟ هما الاتنين أكسوجين هما الاتنين رمز الأكسوجين بيبقوا تمام؟ بس الفرق إن دي 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 بقول عليها دي بقول عليها زرة ودي بقول عليها جزيق تمام؟ يبقى تاني الفرق ما بينهم هما الاتنين إن دي زرة ودي جزيق حلو الكلام حل قال لك رمز العنصر يمثل الزرة المفردة يعني دي أقدر أقول عليها إيه؟ أقدر أقول عليها عنصر لأن هي زرة والزرة بتبقى زرة مفردة معايا؟ تمام؟ دي أول حاجة الحاجة التانية بيقول لك يعبر الرمز العنصر عن اسمه باللغة الإنجليزية تمام؟ موظف العناصر اللي موجودة حوالينا بتبقى مكتوبة نسبة باللغة اللاتينية بس فيه رموز هنبدأ نعرفها دلوقتي إن هي متاخدة من اللغة الإنجليزية تمام؟ 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 في بعض العناصر تشترك أسماؤها في الحرف الأول وللتميز بينها اتفق العلماء الكيميائي على أن رمزها تعال كده نشوف مع بعض لو أنا مثلا مسحت كل الكلام ده تمام؟ حلو افرد أنا مثلا مسلا لو أنا عندي عنصر زي مثلا عنصر الهايدروجين تمام؟ اي دي الهايدروجين الهايدروجين أصلا بيكتب كده بالإنجليز قل لك إيه؟ إحنا هناخد أول حرف منه وأول حرف أوكي؟ ده هيكون هيكون إيه؟ يعني ما ينفعش إن إحنا نكتبه اسمه الغلط تمام؟ يبقى أنا دلوقتي لو أنا عندي عنصر العنصر ده هناخد أول حرف منه وأول حرف ده هيكون إيه؟ هيكون معايا كده؟ جميل جدا تمام؟ طبعا أنا مثلا مسكنا عنصر تاني اسمه الهيليم لو أنا خدت أول حرف منه اللي هو اللي هو الـ أنا كده هتلغبط هل كده هو هيدروجين ولا هليام قالك سهلة وبسيطة احنا هناخد اول حرف منه اول حرف هنخليه كابيتل والحرف التالي هنخليه سمول زي الهليام هو ادي ال H وال E ادي ده كابيتل والحرف التاني بيكون ايه بيكون سمول معايا كده جميل جدا تمام بيقولك هنا تتكون رموز بعض العناصر من حرفين للتميز بينها لان بعض العناصر تشترك فيه الحرف الاول بمعنى يعني ايه زي مثلا الفكرة انا بقولك هده ده ادي هيدروجين و ادي هليام اش معنى ده خدنا منه اول حرفين لان احنا لازم نميز ما بينه ما بين العنصر اللي فيه حرف واحد زي الهايدروجين زي اللي انا شرحته دلوقتي حيلا معايا تمام طب تعانى مثلا وليكن مثلا عندنا مثلا عنصر اسمه السوديوم السوديوم مثلا اختصاره بيكون ان ايه تمام حلو جدا وفيه عنصر اسمه نيون مثلا النيون ده مثلا ده العنصر ده برضو الاختصار بتاعه ان اش معنى ده خدنا منه اول حرفين وده خدنا منه الحرف الاول عشان نقدر ان احنا نميز ما بينهم لان فيه عنصر بتشترك في الحرف الاول اللي هو ده ان مثلا انه سوري ادي انه وانه معايا تمام حلو وعند اختلاف اسم العنصر في اللغة الانجليزية عن اللغة اللاتينية يمرز له حسب الحروف اسمها باللغة اللاتينية يعني ايه يعني لو لقينا فيه عناصر عناصر وليكن مثلا ايه سلناها ادي لك كميسال اهو مثلا زي ده تمام حلو ادي مثلا السوديوم ده ماشي اسمه باللاتيني غير اسمه بالانجليزي مثلا بالانجليزي اسمه سوديوم انما باللاتيني اسمه ايه ناتريام حلو الكلام حلو قالك لو فيه اختلاف ما بين اللغة اللاتينية واللغة الانجليزية سهلة وبسيطة هنعتمد على اللغة الايه هنعتمد على اللغة اللاتينية فان احنا ناخد منه الرمز يعني مثلا اللاتيني اللاتيني مثلا اسمه ناتريام والسوديوم مختلفين فكده انا هعتمد على اللاتيني في ان انا اخذ اول اه اه اللي انا اخذ اللي هو الحروف بتاعته اللي في الاول في الرمز العنصر. يعني انا خدت دلوقتي ان ايه? تمام? تمام. مسلا انا عند الحديد. الحديد ده بيبقى اسمه ايه باللاتيني? تمام? ادي فرم. تمام? والبالانجلس اسمه ايرن. ايرن. تمام? حلو جدا. هم كده مختلفين. فكده انا هعتمد على الايه? هعتمد على اللغة اللاتينية إن أنا أخذ الأول حرفين أو أول حرف على حسب معايا؟ جميل جدا تعال بقى هنشوف العناصر اللي موجودة حوالينا قالك في عنصر اسمه السوديوم وعنصر اسمه البوتاسيوم وعنصر اسمه الكابر اللي هو النحاس وعنصر اسمه الحديد اللي هو بالإنجليز اسمه جميل جدا وعندي عناصر كمان اسمه الكاربون بالإنجليش اسمه كاربون وباللاتيني اسمه كاربو تمام؟ تمام عندي مثلا النيتروجين وده بيكون اختصاره والكلور والكروم تمام؟ في معلومة لازم تعرفها العناصر دي لازم تتحفظ يعني ما فيش اوجه نقاشات ان العناصر دي لازم تحفظ الرمز بتاعها تمام؟ حلو نكمل عند النيتروجين الصوديوم النيون الفلور الكلور الفسفور الرصاص البوتاسيوم اليود الليثيوم البروم الماغنيسيوم الزينك او الخرصين هما هما نفس المعنى والأكسجين الارجون والزهب والفضة والألمونيوم والسيليكون والكاربون والكابريت والكوبالت والنحاس والكلور والكالسيوم والكاربون والزئبك والهليوم والهايدروجين حضرتك لازم تعرف من كل واحد فيهم الاختصار بتاعه ايه؟ الرمز بتاعه يعني ماشي؟ جميل جدا حلو احنا دلوقتي بقدنا نفهم يعني ايه عناصر وعرفنا ايه القواعد اللي مفروض لازم نعرفها وعرفنا العناصر ده ايه اللي موجودة حوالينا قلتك تطبيق على الكلام ده احنا هنتكلم عن حاجة اسمها الاسمدة قلتك الفلاحون الفلاح المصري دايما بيستخدم الاسمدة طب هو بيستخدم الاسمدة ليه؟ قلتك الاسمدة اصلا هي عبارة عن مواد او مركبات كيميائية حلو الكلام حلو طب هو بيستخدمها ليه؟ بيستخدمها في تحسين الانتاج الزراعي طب معلش هو ايه اللي يحصل بالمرة كده وانا بتكلم عن الاسمدة اللي يحصل لو انا استخدمت الاسمدة بطريقة يعني استخدمتها بكميات كبيرة قعدت استخدمها من غير معامل اهو بيقول لك قضية للمناقشة اثر الاستخدام المفرد الاسمدة في الزراعة ده كده هيأثر على صحة الانسان وهيأثر كمان على التربة وكمان هيأثر على صحة النباتات والحيوانات تمام؟ جميل جدا حلو يعني هيأثر على البيئة وكمان ممكن يسبب تلوص للمية حلو جدا بيقول لك هنا ايه؟ انك الاسمدة دي الاسمدة اللي بيستخدمها الفلاح لازم تكون بتتكون من تلت عناصر مهمة لازم تكون بتتكون من كم عنصر تلت عناصر مهمة ايه هم العناصر دي؟ النيتروجين والفسفور والبوتاسيوم قل لك كل عنصر من دول بيبقى ليه دور مهم جدا قل لك النيتروجين ده بيساعد ان الورقة تبقى لونها اخضر ماشي؟ تمام؟ طب والفسفور الففسفور ده بيساعد ان الجزور بتاعت النبات تفضل قوية طب والبوتاسيوم البوتاسيوم بيبقى ليه دور مهم جدا في صحة النبات في ضروري للمو الصحة للنبات جميل جدا يبقى احنا كده اتكلمنا عن المادة اتكلمنا عن تركيب الزرة اتكلمنا عن دور واجتهاد العلماء اتكلمنا عن الاسمدة والعناصر هنتكلم بقى عن حاجة مهمة جدا تمام ركز بقى معي في الحتة دي تمام تعالى بقى ركز معي احنا خلاص اعرفنا يعني ايه عناصر تمام؟ حلو جدا قال لك لازم اي عنصر اي عنصر وليكن ماشي لازم بيكون عنده رقمين يعني وليكن مسلا انا بتكلم عن الاكسجن الاكسجن بيبقى الرمز بتاعه تمام؟ حلو جدا بيبقى عنده رقمين رقم بيبقى تحت ورقم بيبقى فوق بشي تحت مثلا وليكن ايد وفوق مثلا مثلا سكستين ستة عشر معايا؟ حلو قوي تمام؟ قال لك كل رقم قال لك قال لك هنا ماشي؟ احنا هنا بنسميه حاجة وهنا برضو بنسميه حاجة يعني ايه؟ قال لك الايد دي الايد دي بنسميها العدد ثانية العدد الزري اسمها ايه؟ العدد الزري طب معليش يا ميس برضو يعني ايه العدد الزري؟ عدد الزري معناها اللي هو عدد البروتونات اللي موجودة جوه النواة ماشي؟ واحنا لسه قلنين البروتونات بتبقى ايه؟ مجابة الشحنة يعني انت عايزة تقولي اليميس ان الرقم ده هو عدد البروتونات ايوة تمام طب والرقم اللي فوق ده بيعبر عن ايه؟ بيسموه العدد العدد الكتالي بيسموه العدد الايه؟ الكتالي تمام؟ طب هو العدد الكتالي ده عبارة عن ايه؟ قال لك هم عبارة عن حاجتين بروتونات اللي هي موجبة الشحنة حلو جدا يبقى تاني نمسح كده تاني تاني يبقى انا تاني لو انا مسحت كل ده ماشي؟ اهو تاني من الاول ادي مثلا الاكسجين خلي بالك عشان هنامي واحدة تانية تمام ادي الاكسجين بيبقى لي مثلا هنا مثلا هنا رقم وهنا رقم تمام؟ الرقم ده بيعبر عن ايه؟ اللي هو العدد الزري تمام؟ العدد الزري يعني هو ما المقصود بالعدد الزري اللي هو عدد البروتونات اللي موجودة جوه النواي النمسة التاشر ده هي بتمسها العدد البروتونات والنيترونات عشان كده احنا بنسميها العدد الكتلي حلو الكلام؟ حلو جميل جدا طب ماشي لو انا مثلا مثلا جينا هنا مسكت رمز تاني ماشي؟ وليكن مثلا الكاربون اوكي؟ الكاربون ده تحت بيبقى 6 وفوق بيبقى 12 تمام؟ قال لك 6 ده اللي هي بتعبر عن العدد الكتلي تمام؟ حلو جدا عدد الكتلي يعني ايه؟ يعني عدد البروتونات يعني 6 دي بتساوي البروتونات بتساوي قد ايه؟ بتساوي 6 تمام؟ حلو جدا جميل طب والاتنشر دي الاتنشر دي اللي هي عبارة عن ايه؟ البروتونات بلاس النيترونات معايا؟ مركز بقى معايا بدي بسميها اللي هي العدد الكتلي خلاص؟ حلو جدا تمام؟ طب هو أنا يا ميس أعرف أجيب عدد النيترونات قال لك سهل و بسيطة والله عايز تجيب عدد النيترونات يبقى تعمل العدد الكتلي ناقص العدد الزري تمام؟ أنا عندي عدد الكتلي كام؟ 12 حلو جداً والعدد الزري كام؟ ناقص 6 هيساوي كام؟ هيساوي 6 يبقى ده عدد النيترونات طب معلش يا ميس هو أنا ممكن أجيب الالكترونات قال لك أوه في قعدة بتقول لك إن عدد البروتونات بتسوي عدد الالكترونات إيه ده يا ميس؟ يعني أنت عايزة تقولي للبروتونات دي إيه إحنا قلنا البروتونات بتسوي 6 معنى كده الالكترونات برضو هتسوي 6؟ أيوة طب تعالوا نطبق نفس الكلام اللي إحنا قلنا هنا هنا تمام إحنا قلنا الرقم اللي التحدي ده بيعبر عن الإيه؟ العدد الزري تمام يعني إعدد الزري؟ يعني عدد البروتونات يعني البروتونات بتساوي كام؟ بتساوي 8 تمام وإحنا قلنا البروتونات بتساوي الإلكترونات معنى كده إن الإلكترونات بتساوي برضو إيه؟ 8 جميل جدا طب أنا لو عايزة أجيب النيترونات النيترونات دي أقالك دي هجيبها إزاي؟ قالك سهلا وبسيطة أنت قلت لنا يا ميس إن الرقم اللي تحت بنقول عليه العدد الكتلي آه سوري العدد الزر وفوق بيكون العدد الكتلي فهعمل إيه؟ رح هقول 16 ناقص 8 هتساوي كام؟ 8 حلو؟ جميل جدا حلو تعال بقى نشوف بعد كده آه إيه كمان المفروض لازم نعرف تمام؟ ماشي هنا بقى بيقولك هنا إيه؟ تمام بص هنا معي بيقولك هنا أدي وليكن مثلا هنا إكس أي عنصر بقى كاربون سوديوم بوتاسيوم فوسفور أي عنصر موجود في الحياة بيكون فيه هنا رقمين تمام؟ الرقم اللي تحت ده اللي بنقول عليه العدد الزري والبيسموه بالـ English Atomic number تمام؟ حلو وبيكون رمزه بيكون رمزه Z حلو الكلام؟ حلو تمام؟ تبقوا العدد اللي فوق ده بنسميه ايه؟ بنسميه العدد الكتلي وبيسموه بالانجليش mass number والmass number بيبقى الرمز بتاعه A تمام؟ يبقى تاني ياميس انتوا تنين الرقم اللي تحت هو العدد الزري Z Z Z يبقى Z رمزه Z تمام؟ حلو جدا واللي فوق ده العدد الكتلي وبده بيكون رمزه A حلو الكلام؟ حلو يعني وليكن مثلا أنا مثلا عندي هنا الأكسوجين أوكي الأكسوجين هنا تمانية وفوق هنا 16 حلو معايا حلو التمانية دي اللي هي العدد الزري اللي هي اختصارها Z Z Z زري يبقى Z وفوق ده العدد الكتلي اللي هو اختصاره A حلو الكلام؟ حلو قالك العدد الكتلي هو ايه؟ مجموع البروتونات زائد النايترونات حلو الكلام؟ حلو يميل جدا طب العدد الزري ده بيكون عدد البروتونات ما اعتقد ان احنا كده ايه؟ شرحنوه تمام؟ حلو جدا قالك العدد الكتلي احنا ممكن نقول عليه اسم تاني بنقول عليه نيوكليون 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 نامبر ماشي؟ دابل انجلش ماشي؟ جميل جدا حلو بيقولك هنا ايه؟ مجموع عدد البروتونات والنايترونات المكونة للنواة زرة العنصر بيمثل عدد اللي هو عدد النيوكليون اللي موجود جوه النواة تمام؟ اللي احنا بنسميه العدد الكتلي يبقى لما تشوف كلمة نيوكليون هو عدد الايه؟ العدد الكتلي تمام؟ حلو جدا ماشي؟ تمام ايه كمان المفروض لازم نعرفه ننزل كده تحت؟ اه لو مسحنا كده ماشي؟ هنا بقى بيقولك هنا ايه؟ بيقولك هنا العدد الكتلي اللي هو ايه؟ العدد الكتلي اللي هو ايه؟ بيساوي البروتونات زائد النيترونات تا اللي احنا قلناه والعدد الزري اللي هو عدد البروتونات وقلنا ان في قعدة بتقولك ان عدد البروتونات بتساوي عدد الالكترونات حلو طب لو نعيز اجيب عدد النيترونات اعمل ايه؟ هعمل معينص العدد الكتلي نقص العدد الزري تمام؟ جميل جدا ماشي تعالى كده ننزل تحت ونشوف ايه كمان بيقولك هنا ايه عدد النايترونات قد لحظة ماس عدد النايترونات قد يساوي عدد البروتونات في النواة في بعض العنصر يعني ايه بص هنا النايترونات احنا قلنا عشان نجيب عدد النايترونات هنعمل ايه نراجع تاني الاتنين اللي موجودة تحت هي دي عدد ال ايه البروتونات اللي بنسميها العدد الزر ماشي واللي فوق ده اللي هو العدد الكتلي اللي هو اربعة عشان اللي هو عبارة عن بروتونات زائد النايترونات حال لو انا عايز اجيب دي هعمل ايه هعمل مينس يعني 4-2 equal to يبقى انا كده عندي عدد النايترونات كام اثنين وعدد البروتونات كام اثنين فبيقولك في بعض الاحيان ممكن نلاقي ان البروتونات بتسوي النايترونات تمام وقد ممكن كمان نلاقي ان عدد النايترونات قد يزيد عن عدد البروتونات زي مثلا الثلاثة والسبعة لو انت طرحت سبعة نقص ثلاثة هتلاقيها اربعة معنى كده ان النايترونات اكبر من البروتونات معي حلوة تعال نشوف السؤال اللي بعده بيقولك هنا ايه بيقولك هنا الزرة بنقول عليها متعادلة الشحنة ليه الزرة متعادلة الشحنة ايه ده يا ميس الكلام الغريب والعجيب ده نرجع تاني احنا قاد الزرة هي ماشي تمام بيبقى جواها النواة ماشي هنمسك حاجة حاجة عشان تفهم ده ماشي تمام دي كده النواة الناوة ودي عبارة عن حاجتين البروتونات والنايترونات تمام حلو هي البروتونات اللي هي ايه البروتونات اللي هي مجابة الشحنة تمام مو النايترونات متعادلة الشحنة متعادلة الشحنة يعني معنى كده ولا هي مجابة ولا هي سالبة يعني معنى كده لو انا طلبت منك وقلتلك هي شحنة النواة ركز انا قلت شحنة الايه النواة هتكون ايه مجابة ليه لان احنا قلنا النايترونات متعادلة حلو الكلام حلو ده انا بتكلم عن نواة طيب لو انا بتكلم عن الزرة نفسها الزرة ما هقول ده حضرتك الزرة تمام احنا قلنا ايه اللي بيدور حوالين النواة الالكترونات صحة ولاة جميل احنا قلنا الالكترونات بتكون سالبة الشحنة والبروتونات بتبقى ايه مجابة الشحنة انا عايزة اجيب الشحنة بتاعت الزرة كلها قالك ايه احنا لسه قالن حالا ان عدد البروتونات بيساوي عدد الالكترونات عشان كده احنا قلنا ان هي بتكون ايه متعادلة يبقى تاني 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 هقولها تاني احنا قلنا الزرة هي عبارة عن النواة النواة دي بيبقى فيها حكتين بروتونات ونايترونات البروتونات مجابة الشحنة النايترونات متعدلة الشحنة يبقى معنى كده النواة بتكون ايه؟ مجابة الشحنة لان النايترونات اصلا متعدلة يبقى ايه الشحنة اللي موجودة جوه؟ النايترونات البروتونات جميل جدا طب لو انا بكلم عن شحنة الزرة كلها لأ قالك شحنة الزرة كلها متعدلة طب ليه متعدلة؟ عشان عدد البروتونات بتسوي عدد الالكترونات ماشي تمام تعال نشوف اللي بعده بيقولك هنا ايه ماشي تعال نحل السؤال ده كده بيقولك هنا ايه عنصر اكس تمام هو مدي لك عنصر ايه دي عنصر اكس تحتوي نواة زراته على 20 جسين متعدلة الشحنة حلو يعني ايه متعدلة الشحنة يعني نايترونات صح ولاقه حلو جميل وعدد النيوكليون 39 هو النيوكليون ده اللي هو ايه اللي هو ايه خليك بقى شاطر بقى وقللي اللي هو العدد لحظة اللي هو العدد الكتلي صح ولاقه جميل جدا اللي احنا كنا بنرموز رمز ايه افتكر كده معايا رمز ايه تمام حلو ماشي العدد الكتلي العدد الكتلي اللي هو اني رقم اللي فوق ولا اللي تحت اللي فوق 39 جميل ماشي حلو احنا قلنا عدد ماشي حلو جدا تمام تعال كده نشوف مع بعض هو عايز عدد الايه عدد البروتونات لان هو عايز بيه عايز يعرف هنا بيه بتسوي كم صح تمام حلو جدا هو قال لك هنا ايه نركز كده معايا قال لك عدد نيوكليون 39 اللي هو العدد الكتلي طب هو العدد الكتلي اللي هو عباره عن ايه البروتونات زائد الايه البروتونات زائد النايترونات صح ولاقه حلو جميل ماشي معنى كده ان انا هعمل ايه وانا اصلا 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 معايا عدد الايه النايترونات صح ولاقه جميل فهقول هقول 39 ناقص 20 هتسوي كام 39 ناقص 20 هتسوي كام هتسوي 19 صح ولاقه جميل جدا معنى كده معنى كده ان البروتونات هتسوي كام هتسوي 19 صح ولاقه تاني 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 همسح تاني وهشرح تاني هو مديلك عنصر عنصر اكس عنصر اكس ده عدد النيوكليون اللي هو العدد الكتل اللي هو كام 39 جميل جدا ماشي تمام وقاللك انه هو مديلك برضو مديلك حاجة كمان قاللك فيه جوسين متعدد للشحنة اللي هو ايه انه هو النايترونات ما هو مش هاجبها لك سهلا انت خلاص عرفت مين هو المتعدد للشحنة عايزة أجيب عدد البروتونات هعمل إيه؟ هطرح هقول 29 ناقص 20 هتسوي كام 19 يبقى أنا كده جبت كام عدد البروتونات كميل؟ طب هو عدد الالكترونات بتسوي إيه؟ ما إحنا لسه قالين قلنا إن البروتونات بتسوي الالكترونات يعني بتسوي كام؟ بتسوي برضو 19 طب قول عدد الزري ما هو عدد الزري هو عبارة عن عدد البروتونات اللي موجودة جوه النواة يعني برضو 19 صح أو لأ؟ حل يعني إحنا خلاص جبنا عدد الزري يبقى كام 19 فبيقولك هنا اكتب الرمز العنصر متضمناً الأعداد إيه وزد ما إحنا خلاص كده جبنا زد وكده فوق جبنا إيه؟ حلنا المسألة تمام؟ تعالك كده نشوف اللي بعده بيقولك هنا إيه؟ بيقولك هنا إيه؟ هو هنا لو إحنا مثلاً 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 من بص هنا ماشي؟ فبيقولك هنا إيه؟ بيقولك أدي عنصر الهايدروجين خلاص ماشي؟ أدي الهايدروجين عدد البروتونات بتساوي واحد مثلاً أدي الهايدروجين إيه؟ عدد البروتونات بتساوي كام؟ بتساوي واحد يعني هنا واحد ماشي؟ وعدد الالكترونات بتساوي واحد برضو وعدد النيترونات النيترونات بتساوي سفر صح تمام يعني معنا كده صفر زائد واحد هتساوي برضو واحد يبقى أنا كده جبت العدد القتلي والعدد الزري صح ولا أ فبيقولك إن البروتونات بتساوي الإلكترونات ما هو أصلا أهي البروتونات كانت واحد والإلكترونات واحد ماشي بس فيه هنا هنلاقي إيه هنلاقي بقى إن البروتونات أكبر من النايترونات طب تعال كده نمسك واحدة كده وليكن مثلا ننزل تحت كده ونشوف هو طالب مننا إيه نيش فبيقولك أنا مثلا أنا هحل واحدة ماشي هحل اتنين مش واحدة خلاص تمام هحل مثلا الهليوم ماشي تمام قيد الهليوم الهليوم فين الهليوم أهو قالك إن الهليوم الهليوم أهو آآ لو أنا جبت مثلا القلم ده ماشي قالك الهليوم البروتونات بيبقى بتنين ننزل تحت كده البروتونات بيبقى بتنين اللي هو العدد الزري تمام نشي? طبعا انا انا عارفة عشان انا نبصح اه سن وطخين. اكي? اه. طب لو انا مسلا. نشي? ادي الهل يا وان. ادي الهل. قال لك عدد البروتونات بتسوي اتنين. يعني هنا. تمام. وعدد الالكترونات برضو هلا يا بتسوي اتنين. طب عدد النايترونات اتنين. تمام. لو انا عايز اجيب العدد الكتل. احنا قلنا عدد الكتل هو عباره عن ايه? البروتونات زائد النايترونات. يعني هتسوي اربعة. سهلة. تمام. حل. هحل الايه كمان? طب ما تحل انت اللي تنين دول وتقولهم لي في الكومنت. اشي? ولو انت قلت لي في الكومنت هقول اسمك ان شاء الله مرة جاية في الحلقة القادمة. تمام? تمام. تعالا نشوف الدرسة الباقي الدرس بيتكلم عن ايه? تمام. احنا خلاص عرفنا مع بعض يعني ايه البروتونات والنايترونات وعرفنا تركيب الزوت. وهنتكلم دلوقتي عن حاجة اسمها مستويات الطاقة. حاجة اسمها ايه? مستويات الطاقة. طب على كده نشوف مع بعض. ايه شي? قالك قد الزرة هي? الزرة دي اللي فيها حاجتين من جواها اللي هي البروتونات والنايترونات. البروتونات اللي هي موجبة الشحنة والنايترونات اللي هي متعدلة الشحنة. تمام? حلو جدا. احنا قلنا انه بيبقى فيه كده زي المدارات. المدارات دي اللي بيتحرك فيها الالكترون. صحة ولا? تمام? حلو جدا. دي بنسميها الخطوط دي بنسميها مستويات الطاقة. بنسميها ايه? مستويات الطاقة. يعني ايه برضو يمس انا مش فاهم. تمام? بصي هنا معي. لو انا مسلا جيت مسلا وايه وكبرت من هنا. تمام? حال. ان شاء الله هتفهم معي. مش حاجة صعبة. ماشي? ايه دي النواق اهي? اوكي? ودي كل ده بنقول عليه مستويات الطاقة. تمام? جمع العلماء قال لك ايه بقى? قال لك كل مستوى طاقة احنا هنرمز له برمز معين. تمام? بنسميه مستويات الطاقة الرئاسية. بنسميه مستوى الطاقة الايه الرئيسية. تمام? قال لك احنا هنرمزه برمز. اول اول مستوى بنقول عليه ك. والمستوى التاني L. والمستوى التالت M. والمستوى الرابع N. والمستوى المستوى الخامس O. هو مكتوب عندك في الكتاب لغاية N. خلاص? تمام? حلو جدا. دي بنسميها ايه? مستويات. بنسميها ايه? مستويات. حلو? تمام? حلو جدا. يبقى احنا كده خلاص بدنا نفهم. بدنا نفهم ان دي دي الزرة. خلاص? وعرفنا ان احنا هندلس مع بعض في حاجة اسمها مستويات الطاقة. تمام? حلو. دي المستويات اللي بيتحرك فيها الالكترون. فاول مستوى بنقول عليك ايه? وتاني مستوى اللي هو L. وتالت مستوى اللي هو M. ورابع مستوى اللي هو N. خلاص? تمام? حلو جدا. تعال بقى نشوف بعد كده بيقول لك هنا ايه? ماشي. قال لك هنا. تمام? قد المستويات اهي? K. L. M. N. O. B. Q. زي ما وردها لك في الرسم. وكل مستوى بيكون بالترتيب ايه? يعني ده رقم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. تمام? حلو جدا. تعال نشوف ايه كمان المفروض لازم نعرفه. تمام? آآ بيقول لك هنا لكل مستوى قيمة معين من الطاقة تزداد كلما بتعادنا عن النواة. يعني ايه برضو يا ميس? انا مش فاهم. بيقول لك هنا كل ما كان مستوى الطاقة. ماشي? بيزيده. بيبعد عن النواة. كل ما بيبعد عن النواة. اوكي? كل ما كان الطاقة المستوى بتزيد. بمعنى. بمعنى انا حد دي كميسال. اللي انا بقول ده ميسال. خلاص اي دي النواة هي وليكن مسلا. وليكن المستوى ده شيء معا. وليكن مسلا اه مسلا هنا اه سانية. هنا مسلا هنا اتنين. هنا مسلا تمانية. هنا وليكن مسلا تمنتاشر. هنا مسلا وليكن مسلا اه او مسلا نقولها باسلوب تاني. ماشي? وليكن مسلا هنا مسلا خمسة. ماشي? وهنا مسلا اه خمستاشر. تمام حلو ومثلا هنا بقت عشرين وليكن مثلا هنا وليكن مثلا تلاتة وعشرين خلاص حلو انا عايز اقول لك هنا ايه عايز اقول لك ان انا كل ما ابتعد عن النواة اللي بيحصل للطاقة بتزيد يبقى انا كل ما ببعد عن النواة اللي بيحصل لمستوى الطاقة الطاقة مالها بتزيد ولا بتقل لا بتزيد هنا كانت خمسة بقت دلوقتي بقت خمستاشر بقت عشرين بقت تلاتة وعشرين ماشي ده انا بفترض معيك. انا ايه? بفترض معي. خلاص? حلو جدا. تمام? ايه كمان بقى? ايه كمان? لو انا مثلا جيت هنا. اه. بيقول لك هنا لازم برضو قف معلومة لازم تعرف. ان اقل مستوى طاقة اقل مستوى طاقة. هو المستوى اللي بيكون قريب من النواة. معاشيء طبيعي. احنا لسه ايلالك دلوقتي حالا. كل ما ببعد عن النواة كل ما الطاقة ما بتزيد. معنى كده ان اول مستوى هتكون طاقته ايه? طاقت قليلة. تمام? حلو جدا. طب لو انا جيت لاخر مستوى اللي هو الكيو. لاخر مستوى اللي هو الكيو. بيبقى طاقته عالية جدا. اكبر واحد فيهم كله. ماشي? تمام? حلو جدا. معنى كده لو انا مثلا انا بقارن وليكن مثلا ما بين ال ال وما بين ال او. حل? مين فيهم طاقت المستوى بتاعته اعلى? اللي هو ال او طبعا. ماشي? لو انا بقارن مثلا وليكن مثلا ما بين ال ام وبين الكي. بين المستوى الطاقة بتاعته اعلى اللي هو الام لانها لانها اول حاجة مبتعدة عن النواة فالطاقة بتزيد ماشي؟ fan it's In تعال نشوف اللي بعده بيقولك هنا ايه بيقولك هنا بقى ايه بيقولك كلما بتعادنا كلما بتعد الالكترون عن النواة تزداد طاقته فهمناها دي وكلما اقترب من النواة بتقل طاقته زي الك كده وزي الكيو لما طاقته بتزيد لما بيبتعد عن الايه عن الالكترون اهو مثلا هنا هو هنا مثلا وليكن هنا هنا الكي ماشي? وهنا اصدع على الكيو ماشي? انا مش عارف ارسمها بس انت فهمت لي يقول لك ماذا يحدث عند ابتعاد الالكترون عن النواة تزداد طاقته احنا قلناها لسه اعلنها حالا دلوقتي تمام تعال نشوف اللي بعضه بيقول لك هنا يقول لك هنا يتكون كل مستوى طاقة رئيسي من عدد معين من مستويات فرعية طيب ان شاء الله المعلومة دي يعني انت هتبدأ تفهمها على توسع ان شاء الله في سنوي او في السنة اللي جاية او اللي بعدية تمام? لكل مستوى طاقة رئيسي يعني اذا كان الكي او ال او او ام او 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 في مستويات تاني جواها ماشي? بنسميها حتى مستوى مستويات الفرعية يعني دول انا بسميهم مستويات رئيسية تمام? جوا المستويات الرئيسية ويبقى فيه مستويات هرعية. حل? تمام. جميل جدا. ماشي. تعال نشوف اللي بعده عايز يقول لك هنا ايه. آآ بيقول لك هنا قواعد توزيع الالكترون في المستويات الرئيسية. يعني ايه الكلام العجيب والغريب ده. ماشي. بص هنا معي. لانا هابره تمام. احنا دلوقتي كنا اخر حاجة خدناها ان احنا متفقين مع بعض ان احنا خلاص بدنا نعرف تركيب الزرة في نواية في بروتونات في نايترونات واللي بيدور حواليها الالكترونات. تمام? وعرفنا خلاص ايه هي المستويات الطاقة الرئيسية اللي هي K L M N O B Q. وعرفنا ان آآ اقل مستوى طاقة هو K واكبر مستوى طاقة اللي هو Q. تمام? حلوة. تمام. لان هو آآ بيبعد عن النواية. دي المعلومة اللي احنا ايه? عرفنا وعرفنا ان في حاجة اسمها مستويات فرعية. صح كده? تمام. طب بص بقى قال لك هنا بقى ايه? قال لك دلوقتي انا لو اديتك عنصر وليكن مسلا او? خلاص? والعنصر ده يا شباب آآ اديتك فيه اللي هو العدد الزري اللي هو الايت? وعرفنا خلاص ان العدد الزري اللي هو البروتونات بتساوي اصلا الالكترونات. تمام. طبط منك دممتة لازم توزع الالكترونات دي. يعني انا عايزك توزع الالكترونات اللي هو رقم تمانية على مستويات الطاقة. طب ما هو لازم عشان تعرف الحتة دي. لازم تعرف كل مستوى طاقة بيشد قد ايه? او بيتشبع قد ايه? او بيتحمل قد ايه? من الالكترونات. هنعرفها ازاي? تمام? قال لك من خلال قعدة او قانون. القانون ده او القعدة ده هي اللي هتعرفك آآ كل مستوى طاقة بيتشبع بكم الكترون. يعني وليكن مثلا احنا عندنا العلاقة اللي بتقول لك تو ان تو. تمام? وليكن مثلا وليكن. ما انا عارفة ان الموضوع لسه يعني مش متزبط معك بس هو الله الموضوع سهل. اول حاجة مستوى الطاقة اللي هو كي. تمام? انا قلت لك عشان تعرف كل مستوى طاقة. كل اللي عليك اللي انت ايه? تمسك القانون ده وتعرف المستوى الطاقة ده بيتشبع بقد ايه من الالكترونات. خلاص? هتعمل ايه? اول حاجة هتقول مثلا اتنين هنا هتنزل الاتنين. والان دي انا مسكة دلوقتي الكي. تمام? الكي ده هو مستوى رقم كام? رقم واحد. ادي هو واحد. آآ قص اتنين. تمام? هيطلع كام? لو حسبتها بالآلة. هيطلع اتنين الالكترونات. تمام? طب والقل. نفس الكلام همسك القانون ده وهطبق عليه. اتنين ملتبلاي تو. اللي هو رقمه كام? رقم المستوى التاني. تو. تمام? آآ قص. قص اتنين. هيطلع الرقم كام? هيطلع الرقم تمانية. تمام? نفس الكلام لو انا مسكت مثلا. ان. ان ده مستوى رقم كام اربعة. يبقى اتنين. آآ اتنين فاربعة. آآ قص اتنين. يبقى هيدينا كام? اتنين وثلاثين الالكترون. يبقى انا كده عرفت كل مستوى طاقة بيتشبع بكم الالكترون. خلي بالك انا عمالة اركز لك جامد جدا في كلمة تتشبع. لان احنا هناخد حاجة دلوقتي. خلاص انت خلاص فهمت كده دلوقتي. اعمل بس فوكس على الكلمة دي عشان هنحتاجها. آآ احنا خلاص كده فهمنا. عرفنا ان في حاجة اسمها مستوى الطاقة وعشان ادي لك رقم. عشان تقدر توزعه. لازم تعرف كل مستوى الطاقة بيتحمل بكم الالكترون. دي سهلة وبسيطة. تمام? حلوة. طب لو انا انا دلوقتي اديتك الرقم. اوكي? ومثلا اديتك مثلا وليكن ايه? آآ وليكن او. مسلا وهنا تمانية. وطلبت منك ان انت توزع لي التمانية دي على مستويات الطاقة. قال لك بقى الموضوع بيختلف. قال لك ايه? قال لك احنا لما نيجي هنوزع الالكترون مش هنعتمد على الجدول ده. ازاي يا ميس? منت ديسة اي لالي? شنعرف كل مستوى بيتشبع بقديه بالالكترون? ايه? هلازم اعرف من خلال القانون ده? او انا قلت لك كده. تمام. بس تعال كده نشوف مع بعضه هو هنا بيقولك هنا ايه? في قواعد لتوزيع الالكترونات. بيتشبع كل مستوى بطاقة بعدد محدد من الالكترون ولا يتحمل اكتر منه. وكلما زادت العدد المحدد بينتقل للمستوى التالي. يعني ايه كلم ده? يعني وليكن مثلا انا عندي كيه الال والام والان كل واحد فيهم بيتحمل بكم الالكترون مختلف عن التاني. ماشي? يعني وليكن مثلا انا عندي اول مستوى من الطاقة اللي هو كيه. ماشي? كده وليكن مثلا شاين ايه? شاين مثلا اتنين. تمام? لو انا مثلا تاني هقولها تاني معلش. لو انا عندي الليسيام. اوكي? الليسيام ده عنصر. والعنصر ده شايل. والعنصر ده عنده كاف الكترون تلاتة. المطلوب مني ان الرقم ده اوزعه لمستويات الطاقة. تمام? نكتب كده ادي كي. كي ده بيشير قد من الالكترون اتنين. طب هو ينفع يشير اكتر من كده? لأ. طب حضرتك لو انت انت دلوقتي احنا عين مطلوب مني ان انا اوزع التلاتة دي على المستويات الطاقة. تمام? احنا قلنا الكي ده بيشير قد من الالكترون اتنين بس. اتنين موقس تلاتة يتبقى كام واحد. يبقى هنقل الالكترون اللي تبقى للمستوى التالي. التالي. خلاص? تمام? بيقول لك تملى المستويات الاقل. اللي هو زي الكي كده. طب وبعد كده ايه اللي بيحصل? ثم تاريها المستويات الاعلى. زي ايه اللي كده اهو. الالكترون اللي تبقى روح للمستوى اللي بعد. تمام? بحيث يملأ المستوى الاول ثم المستوى التاني ثم المستوى التالت وهكذا. تمام? ايه كمان بقى? قال لك ايه بقى? قال لك مستوى الطاقة الخارجي لأي زر لا يتحمل اقصر من تمانية الكترون. باستثناء الكي. الكي بس هو الوحيد اللي بيشير اتنين الكترون. تاني تاني تاني. انا دلوقتي عندي مستوى الطاقة. الكي بيشير قد ايه? قال لك الكي انا بشير بس اتنين بس. بتحمل. بتحمل اتنين بس. طب والا والال قال لك انا بتحمل قد ايه? ايت بس. معايا? تمام? حلوة. طب والال بت اه سوري. كي الام. طب والام. هيتحمل قد ايه من الالكترون برضو تمانية. ايه ده يا ميز تمانية ازاي? واحنا لسه حزبينها تحت في الجدول. قايلين ان التمانية بتشيل تمانية الالكترون. ايوة. فيه فرق ما بين كلمة يتحمل وفيه فرق ما بين كلمة يتشبع. اه. هو بيتشبع بتمنتاشر. بتمنتاشر الالكترون. بس هو هيشيل كم? هيشيل تمانية. هو مزاجه كده. تمام? ودي هتفهمها اكتر بر. هتفهمها اكتر آآ بعد كده. تمام? حلو. يبقى انا دلوقتي انا عندي اي مستوى طاقة بيشيل تمانية. ما عدا اول مستوى بيشيل اتنين الالكترون. تبطع على كده على سبيل المثال. وليكن مسلا انا عندي مسلا النيتروجين النيتروجين المطلوب منك ان حضرتك تعمل توزيع الالكترون. توزع الالكترونات. تمام انا بوزع انا ياميس الرقم اللي فوق للرقم اللي تحت. لا انا بوزع اللي تحت. اللي هو العدد الزر اللي هو رمزه زد. تمام? تمام? حلو جدا. وقلنا ان عدد البروتونات بيساوي عدد الالكترونات. تمام? حلو. يبقى رقم سبعة ده هو اللي انا هوزعه. ماشي? تمام? هامل ايه? ادي اول مستوى اللي هو كي. احنا لسه قللين ما بيشيلشوا اكتر من الايه? اكتر من الاتنين. تمام? هقول اتنين ناقل سبعة. هيسوي كم? هيسوي خمسة. تمام? الخمسة دي هيتنقلوا في المستوى التالي. المستوى التاني بيتحمل بقد ايه? بتمانية بس. تمام? يبقى الخمسة هيقدر يشيلهم. طب تعال انا نشوف التاني لو انت ما فهمتش. ادي السوديوم. السوديوم ده. انا عندي كم? عندي كم بروتون? 11. والالكترون برضو 11. تمام? عايزة توزيع الالكترونية. عايزة اوزع الحداشر دي على المستويات الطاقة الرئيسية. كي? هيشيل اتنين. تمام? طب وقل? هيشيل تمانية. اتنين زائد تمانية هيسوي كم? هيسوي عشرة. عشرة ناقص حداشر. ناقص ناقص حداشر هيسوي واحد. يبقى المستوى التالت هيشيل واحد. تمام? ما فهمتش دي. تعال نشوف اللي بعديها. تمام? عندي مثلا الكالسيوم. الكالسيوم ده. قيل لك ان العدد الزري كم? عشرين. يعني عدد الالكترونات برضو عشرين. تمام? انا عايزة اوسع العشرين دي على مستويات الطاقة. الكي بيشيل ايه? بيشيل اتنين بس. تمام? ادي يشيل اتنين اهو. تمام? اطرح اقول اتنين ناقص عشرين. هتسوي كم تمنتاشر. لازم اوزع. تمام? الالة هتشيل كم? اخير هتشيل تمانية. تمام? اتنين زائل تمانية عشرة. عشرة ناقص عشرين. فاضل كم? فاضل عشرة. تمام? حلو. المستوى التالت هيشيل قد ايه? هيشيل برضو تمانية. يا ميس ما هيقدر يشيل اكتر من كده? لا. هو بيتحمل تمانية. تمام? حلو. اتنين زائل تمانية. عشرة. عشرة زائل تمانية. تمانتاشر. تمانتاشر زائد اتنين عشرين. انا كده عملت المسألة صح. حلو الكلام? حلو. تعال نشوف السؤال اللي بعده بيقول لك هنا ايه? حضرتك هو طالب منك هنا? ماشي? جايب لك هنا ايه? بيقول لك هنا اكتب التوزيع الالكتروني لكل الزرات دي. ماشي? جميل. تعال كده نشوف مع بعض. مش تعال كده نشوف مع بعض. انت دلوقتي عندك كزا طريقة لتوزيع الالكتروني. اما انت عند حضرتك توزع الالكتروني عن طريق المستوى الفراعية اللي هو بالشكل ده نحن لسه شرحنا. او عن طريق الدوائر اللي هو عمله. هيا هي نفس الفكرة. يعني وليكن مثلا ازي الكي اهي. اه اه اول مثلا اول مستوى اللي هو ده كله ده كله ده على بعضه اللي هو الكي. الكي بيشيل قد ايه? بيشيل اتنين. تمام? تمام. المستوى التاني هيشيل تمانية. المستوى التالت وهكزا. تمام? اول طريقة اللي انا مثلا اوزع. انا عندي هنا تسعتاشر. يبقى مفروض ادي كي اهي. الكي دي بتشيل قد ايه? اتنين. بيتحمل باتنين. تمام? كي ال بتشيل كام? تمانية. اتنين زائل تمانية عشرة. تمام? تمام. فاضل كام? عشرة. ناقص تسعة. ناقص تسعة. تمام? كي ال ام. تمام? ال ام. هتشيل قد ايه? هتشيل باتنين. كميل جدا. ماشي. اتنين زائل تمانية عشرة. عشرة زائل تمانية تمنتاشر. يبقى المستوى التالت كي ال ام ان. هيشيل قد ايه? هيشيل واحد. ماشي? تمام? تعالا نشوف اللي بعده كده. بيقول لك هنا ايه? بيقول لك هنا اه يمسل الشكلة المقابل لتوزيع الالكترون لزارة الكولور التي تحتوي على نوايته تمنتاشر نايترونات. اللي هو النايترونات. تمام? ايه وجد العدد الزري. والعدد الكتلي. ماشي? وكمان طالب منك هنا ايه? عدد المستويات الطاقة. ماشي? تمام? حلو جدا. طب تعالا كده نشوف مع بعض. هو عايز العدد الزري. صح? اللي هو عدد الايه? عدد البروتونات. صح. احنا قلنا عدد البروتونات بتسوي عدد الايه? عدد الالكترونات. تمام? طب هو اصلا جايب لك المستويات دي. مستويات الطاقة الرئيسية. ما تحسب عدد الالكترونات عشان تعرف تجيب عدد البروتونات عشان طرف سيجيب العدد الزري طب لو حسبنا كده ادي واحد اتنين ده اول مستوى يبقى هنا اتنين زائد المستوى التاني تمام المستوى التاني هيبقى كام ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية اهي تمانية زائد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ايدي السبعة اتنين زائد تمانية عشرة زائد سبعة سبعتاشر سبعتاشر دي اللي هي عدد البروتونات اللي هي عدد الزري طب والعدد الكتل اللي هجيبه ازاي سهلا وبسيطة هقول سبعتاشر زائد تمنتاشر ها يدينا الرقم ماشي حلو جدا اللي هو كام اللي هو خمسة وتلاتين تمام عدد مستوات الطاقة مستوات الطاقة نفسها كام ادي ك ال ام يبقى تلاتة طب عدد الالكترونات في المستوى الاخير لو عدناها فلسه عدنها فايبقى كام سبعة تمام بس كده يا سيطة حلنا تمام بيقولك هنا ايه بيقولك هنا الشكل المقابل يمثل زرة العنصر اللي هو اللي ثيوم اي الرمز هو الصح مين فيهم الصح تمام قالك ايه بقى تعال كده نشوف مع بعض هنا عايزين نعرف عدد الالكترونات عدد الالكترونات اللي هو عدد الايه البروترونات خلاص نعمل كده ادي و ادي كده اتنين واحد تلاتة خلاص يبقى مش هتنفع ولا دال ولا هتنفع ألف يبقى هو فاضل به وفاضل جيم خلاص كميل جدا ماشي حل واحنا قلنا فوق ان العدد الكتلي اللي هو برضو هيبقى كام هيبقى تلاتة اللي هي البروتونات مع النيترونات طب انا يا ميس هجيب النيترونات منين قالك النيترونات انا هجيبها من الرسمة اللي موجودة هنا ادي واحد اتنين تلاتة اربعة اي دي اربعة هي تلاتة زائد اربعة سبعة يعني هتبقى جيم شفت الموضوع سهل ازاي تمام تعالى بقى نتكلم عن حاجة اسمها المظائر اللي بيسموها بالانجليش ايزوتوبس تمام هحكي لك قصة عشان تبدأ تستوعب معي والقصة دي اللي انا هحكيها ان شاء الله احنا هنتكلم عنها في السيشن اللي جاي كان فيه واحد من العلماء كان عايز يرتب العناصر اللي احنا لسه اخدينها النهاردة بس على حسب ترتيب وعين في اعتقاده تمام جاي عشان يرتب العناصر لقى فيه عنصر لي كذا صورة يعني ايه بص كده مثلا وليكن احنا مثلا بصينا على العناصر دي اديهو 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 هايدروجين 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 تمام هو لقى الهايدروجين ده بيبص كده هو شايف في الاول اللي هم رح ملاحي السفر بس قعد دقى في النظر كده لقى اللي فيه حاجة غريبة ايه الحاجة الغريبة لقى انه هم كلهم متشابهين في العدد الزري اهو واحد 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 بس مختلفين في العدد الكتلي تمام حلو جدا بس العالم ده لما قعد يبص كده اعتبر انه كل واحد منهم يعني ده عنصر وده عنصر وده عنصر يعني ده عنصر لوحده وده عنصر لوحده وده عنصر لوحده بس الكلام ده غلط هم كلهم عنصر واحد بس بيبقى ليه كذا شك بمعنى انا دلوقتي عندي في الفصل لأنس وإبراهيم ومحمد تمام احنا كل ده أنس وإبراهيم ومحمد كلهم فوق العديدي تمام حل بس أنا جئت سألت أنا سألت له مثلا والليكن مثلا أنت اسمك ايه أصدقائي قولت له مثلا أنت سنكusion قال لي أنا اسمي ياميس سري أنا سني سري 12 سنة سألت إبراهيم وراح ألل لي أنا سني 13 سنة تمام وسألت مثلا محمد قال لي مثلا أنا سني 14 تمام حلو جدا بس هم كلهم متشابهين في في أن هم كلهم سنة أول عدادي صحة ولأ هم كلهم في أول عدادي بس هم كلهم مختلفين في العمر صحة ولأ جميل جدا وكذلك برضو أنا ممكن ألاقي عنصر العنصر ده بيبقى ليه كذا صورة حلو الكلام ده فمن هنا جيه حاجة اسمها النظائر حاجة اسمها النظائر تمام جدا قالك النظائر دي بتبقى متشابهة في العدد الزري أهي واحد 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 تمام بس مختلفين في العدد القتلي اللي هو واحد اتنين تلقتة تمام حلو جدا فقالك إيه بقى قالك النظائر هي عبارة عن صور مختلفة لزرات العنصر الواحد أهما كلهم عنصر واحد كلهم هيدروجين بس بيبقى ليه كذا صورة مختلفين في الايه مختلفين في العدد القتلي ومتفقين في العدد الزري ومدي لك مثال على الكلام ده اللي هو الهايدروجين والهايدروجين ده النظائر بتاعته تلات حاجات بروتوريوم ديوتوريوم آآ آآ تريتيوم تمام حلو قوي ماشي جميل قوي قالك النظير الواحد الذي لا يحتوي نواته على نايترونات هو البروتوريوم بمعنى يعني ايه ما بيحتويش على نايترونات انا مش فهم يا ميس تعالى كده نبص كده فوق هو عامل هنا ايه واحد وواحد صح تمام هو البروتوريومات عندي بكام عندي بواحد جميل جدا حلو طب انا عايزة اعرف يا ميس طب وال طب والالكترونات نمشيها حاجة حاجة طب والالكترونات الالكترونات برضو واحد طب لو انا عايزة جيب النايترونات اجيبها ازاي هطرح العدد الكتري ناقص العدد الزري صح لا يعني واحد ناقص واحد اللي هي واحد من فوق اعتداد النايترونات مش موجودة اصلا فعشان كده اه قل لك ايه لا تحتوي ناواته على نايترونات طيب قال لك تختلف النظائر في العدد الكتالين ليه ليه اختلافهم في اعداد النايترونات في النواة نفسها مش اه ايه كمان احنا كده يا سيدي خلصنا مع بعض اول درس لو فيه اي حاجة مش فاهمها اكتبها لي في الكومنت ما تنساش في لينك التليجروم هتلاقيه في الديسكريبشنز ويكنس تعمل كمان لايك وشير وكمان تكتب لنا يعني كومنت نطيف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته